السلام عليكم أهلاً أبنائي أو بناتي طلاب وطلبات الصفة الرابعة لابتدائي إن شاء الله دلوقتي نتكلم عن يونت 7B الجزء الثاني من الواحدة السبعة وده آخر حيقة في منهج إبريل عنوان هي الوحدة بتاعتنا يعني هل كنت بالمنزل انظر إلى هذا ماذا ترى هنا؟ شايفين يقوله من هنا كمية صورة ترى؟ هناك دوة صورة عاندنا سورتين ماذا ترى في هذه الصورة؟ شايفين فيها إيه؟ هناك دوة أخيات عاندنا طفلين هنا يتكلمون ويشاكلون موقفين كده إيه في الطريق أو في مكان أو في مكان ما شو بيقولوا إيه بقى؟ باب، were you at home yesterday؟ were you؟ يعني هل كنت؟ where دي؟ اسمها إيه؟ اللي هي الماضي؟ من verb to be verb to be في الماضي البسيط قلنا شكله إيه؟ was aware مع you اسمها where يبقى where you دي معناها هل كنت بالمنزل بالأمس؟ no I wasn't زي ما اتفقنا الـ new بتتحول في الإجابة الـ I فلما السؤال يبقى بـ whether you هرد أقول yes I was or no I wasn't no I wasn't at home لأ ما كنتش في البيت where were you yesterday؟ أين كنت بالأمس بقى؟ where الأولى معناها أين؟ والتانية فعل مساعد where اليا كان أين كنت بالأمس I was at the swimming pool كنت في حمام السباحة but my parents weren't with me لكن والديا ما كانوش معايا with يعني معا they were at the shops كانوا في السوق was your brother with you at the pool؟ هل أخوك كان معاك في حمام السباحة؟ was your brother؟ السؤال بدء بـ was برضي بقى معناه هل وجبنا was عشان your brother دي كلمة مفرد no he wasn't لأ ما كانش معي where was he؟ أين كان هو؟ كان هو هي جبنا معاها was he was at the funfer with his friends كان في الملاه مع أصدقاء let's read the vocabulary نشوف الكلمات بتاعتنا repeat after me قلوا معايا الله shops swimming pool park funfer forest bed parents circus rides scary reading gym wild animals monster phrases and prepositions عبارة وحرف قرر نحفظها كويس living living يعني يعيش فيه have a cold أما قول حد مصاب بنازلت برد اسمه have a cold with me يعني معه هي بحرف قرر with معناه ايه؟ معه sick in bed حد مريض في الفراش اسمها sick in bed in bed ask and answer was your sister in bed yesterday؟ your sister your sister يعني اختك اختك يبقى مفرد والمفرد اجيب له ايه من verb to be في الماضي؟ اجيب له was وما يجاو بقى على السؤال ده your sister دي بنت يبقى اجيب لها الضمير بتاع المؤنس اللي هو she يبقى yes she was او اقول no she wasn't were your parents at the farm fair yesterday؟ هالوالديك كانوا في الملاهي مبارح were اللي برضو الباست بربطه في الماضي جبنا هنا بقى where ليه؟ عشان your parents كلمة جامع والجامع اجيب له where؟ وما اجي يجاوب اعكس برضو اول كلمتين your parents عشان هي جامع اشيلا احط مكانها الضمير they yes they were ولو قلت no اقول no they weren't الوقتي بعربتي تفترميه قولوا معايا سؤال والاجابات دي مزاكرها كويس was your sister in bed yesterday؟ yes she was no she wasn't were your parents at the farm fair yesterday؟ yes they were no they weren't الgrammar هنا بيفكرني تاني verb to be انت في السامبل تانس verb to be شكله ايه في الماضي البسيط؟ قولنا حكتين اللي هما was aware لما اجيبهم في الناجاتب في النفي هيبق اسمهم wasn't weren't wasn't اللي اختصر was not weren't اختصر were not امتى اجيب was او wasn't لو جملة بدأ ب i he she it او طبعا اي اسم مفرد وامتى اجيب weren't لو جملة بدأ ب you we they واي اسم جمع was he at school هل هو كان في المدرسة؟ بدأ ان هنا بوص عشان الفعل اللي عندي هنا هي وميجا جاوب او يرد ب yes or no ونعكس اول كلمتين اي سؤال بمعنى هل اجابته تبقى yes or no yes he was or no he wasn't تبقى he زي السؤال were your parents at the farm for yesterday هل والديك كانوا في الملاهي بالامس؟ جبنا where هنا لعشان your parents كلمة جمع وقلوا الكلمة الجمع دي لما اشيلها في الايجابة وحطت مكانها ضمير هيبقى الضمير اسمه they yes they were or no they weren't هل مع بعض كده بقى نشوفهم ايه number one were you yesterday you واجب لها ايه معا هنا معا yesterday في الماضي؟ يبقى where were you اين كنت بالامس were your parents with you? no they weren't اللي في السؤال هو اللي هنجيبه في الايجابة she at the library yesterday she اسأل هنا بايه مع she was was your brother with you at the pool? no he اللي في السؤال يبقى في الايجابة no he wasn't your friends in the forest last week last week في الماضي معناها السؤال ده في زمن الماضي يبقى ايه في الماضي مع your friends يا جامعة where were your friends? where were you home yesterday? في المنزل في المنزل اسمها at home يبقى حرف الجر مع كلمة home اسمه at he was at the fun في اسمه فان ايه فان فر ليه الملاهي where were you yesterday? اين كنت بالامس you اجيب لها ايه هنا? where were your parents? هل كان والدك معاك معا يعني? with was Adam in bed last Friday هل كان ايه in bed يبقي? sick sick in bed مريض في الفراش where are you at the shops? yes i was were you تتحول في الاجابة yes i was there were some exciting rides at the يبقى بتكون فين في الملاهي فان فر wild animals live in the الحيوانات البرية او المتوحشة بتعيش فين in the forest في الغابة بكتا نكون خلصنا الوحدة بتاعتنا وكمان منها جبريل انتظروني ان شاء الله وعملكم فيديو للمراجعة thank you good bye